شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام مشاهدي قناة الشارقة في كل مكان وها هو اللقاء يتجدد بكم بحول الله وقوته ومع اليوم الثامن عشر من شهر رمضان مبارك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر الفضيل وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اليوم معنا الجزء الثامن عشر بداية من سورة المؤمنون سنبدأ التلاوة بحول الله وقوته من بداية سورة المؤمنون جهزوا مصاحفكم لتتابعوا معنا فاصل قصير ثم نعود إليكم مع التلاوة أهلنا ومرحبا بكم أيها الحبة الكرام مرة أخرى ونبدأ تلاوة اليوم من بداية سورة المؤمنون فتحوا مصاحفكم وتابعوا معنا التلاوة بإذن الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين الحمد لله سورة المؤمنون و سورة الأنبياء و الحج ذلك الشوط الكبير من كتاب الله سبحانه وتعالى بداية من سورة الأنبياء التي تتحدث عن العبادة مع أنها تتحدث عن الأنبياء ولكنها المضمون الأساسي لتلك السورة العظيمة تتحدث عن العبادة ليرشدنا الرب سبحانه وتعالى إلى أن هؤلاء الأنبياء على ما وصلوا فيه من تلك المنزلة العظيمة فلم يستغنوا عن العبادة عبادة الله سبحانه وتعالى فهذه هي المقامات العليا مقام العبادة والتقرب الله سبحانه وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي بما افترطه عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ به لأعيذنه ثم تأتي سورة الحج لتتحدث عن عبادة واحدة فقط من عبادات الإسلام وهو الحج ثم سورة المؤمنون التي تتحدث عن التقوى وعن الدعوة التقوى ودعوة الله سبحانه وتعالى فمن الآيات المتشابهة في سورة الأنبياء وصورة المؤمنون كثيرة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم هناك في سورة الأنبياء وأنا ربكم فاعبدون هنا في المؤمنون وأنا ربكم فاتقون لأن الآية أو الصورة مبناها على تقوى الله سبحانه وتعالى أما هناك فتتحدث عن العبادة ولفظة العبادة ذكرت أكثر من مرة في سورة الأنبياء ولفظة التقوى ذكرت أكثر من مرة في تلك السورة العظيمة سورة المؤمنون بداية السورة قد أفلح المؤمنون هذا التأكيد من الرب سبحانه وتعالى على أن المؤمنون هم المفلحون بماذا؟ بتلك الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ليس الإيمان بالتمني ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه القول والعمل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أول صفة لهؤلاء المؤمنون أنهم يخشعون في صلاتهم يقفون بين يد الرب سبحانه وتعالى قانتين خاشعين لله عز وجل مقتدين بهاء الآل الأنبياء الذين ذكروا في السورة التي قبل تلك السورة بسورتين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون ويتأكد هذا في رمضان من لم يدع قول الزوري والعمل به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه بعض الناس يعني يصومون لله سبحانه وتعالى عن الطعام والشراب ولكن ألسنتهم تخوض في الباطل تخوض في أعراض الناس فهؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام فليس لله حاجة في أن يدعى الإنسان طعامه وشربه طالما أنه لم يدع قول الزوري والعمل به والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمالهم فإنهم غير ملمين فما لبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون يؤكد الرب سبحانه وتعالى مرة أخرى المرة الأولى يتحدث الرب سبحانه وتعالى عن الخشوع في الصلاة ذلك المقام العظيم وهذا لا يصل إليه إلا الذين يحافظون على صلواتهم في معادها وفي جماعة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكر ابن مسعود أنهن من سنن الهدى فمن حافظ على هذه الصلوات حيث ولاذ بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله عز وجل شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى ثم تختتم الآيات بقوله سبحانه وتعالى أولئك هم الوارثون الذين يارثون الفردوس هم فيها خاردون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أوياكم من أهل الفردوس الأعلى ومن أهل الجنان العلا إنه ولي ذلك والقادر عليه معناة الصلاة السلام عليكم خالد عليكم السلام رحمة الله برحمة الله مرحبا أخي الكريم أهلا وسهلا كيف حالكم الله معمين وإياكم يا رب إن شاء الله نستأنف التلاوة من سورة المؤمنون طيب شيخ مالذي آية الآية 18 وأنزلنا من السماء ماء بقدر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأزلناه في الأرض ممكن بس تقرب شوية من الهاتف وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأزكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشانا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكب كثيرة ومنها تأكنون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نصطيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكنون وعليها وعلى الفلك تحملون أخي الكريم تحفظ القرآن كاملا الحمد لله رب العالمين أنت من مسجد ولا لا والله تعمل خارج هذا المجال أنا عسكري نصيحة أنت خارج هذا المجال ومن الله سبحانه وتعالى عليك بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ما نصيحتك لمن لا يعمل في هذا المجال هل يمكن حفظ القرآن الكريم حفظ القرآن الكريم سهل يسين بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الشيخة الحمد لله رب العالمين كتاب الله عز وجل ليس مقتصرا على أمة المساجد وطالبة العلم والمشايخ والدعاء بل هو لجميع المسلمين على مختلف أعمارهم ومستوياتهم من المحزن أن يخرج الإنسان من الدنيا وليس له رصيد من كتاب الله عز وجل إلا آخر ثلاث آيات صور من الأخلاص والفلق والناس ما شاء الله مع أن العمر العمر الإنسان ينبغي أن يستغل يعني وقته أو عمره لو يخرج من الدنيا بالبقرة وآل عمران لك فتاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتياني يوم القيامة يحاجاني عن صاحبهما صحيح وكان يعني سبحان الله الذي يحفظ صورة البقرة وآل عمران كان الصحابة يقولون جد فينا يعني عاظوا ما فينا الله أكبر يعني من المحزن حقيقة أن الإنسان يعني أنا أشوف أن الإنسان ما له عذر يا أخي في اليوم احفظ آية اليوم الواحد مننا وصل الخمس وعشرين ووصل الثلاثين سنة والأربعين سنة أنت لو كنت في كل يوم تحفظ آية ستوقع أنك ممكن تكون ختمة القرآن اليوم آية وحدة صحيح وابدأ اليوم الثاني بآية ثانية وهكذا يعني الواحد لو حفظ في كل يوم آية وحدة في خلال سنة يكون حفظ تقريبا سورة البقرة ويعني جزء من آية عمران سبحان الله يعني الناس تستصغر آية يقول آية واحدة في اليوم لا يحفظ بس آية واستمر عليه يعني في خلال سنة واحدة تتم سورة البقرة ونصف سورة آية عمران تقريبا لأن نحل من الشيخ ننزل لأدرى مستوى يعني كثير من الناس يقول لك يا أخي أنا كبرت ما كتر أحفظ لا تكتر تحفظ أزاك الله خير وابني بري فيك وليس قصص موجودة مع جاءة حفظا كتاب الله عز وجل هم في المطبخ يطبخون يشتغلون وراد وشغال وتسمع بالتماء حفظا كتاب الله عز وجل أزاك الله خير أحصل الله إليك على هذه النصيحة القيمة جدا بارك الله فيك سوهيل سلام عليكم السلام عليكم مرحب يا سوهيل مراحب كيف حالكم بارك الله فيك تستمر إن شاء الله التلاوة معنا إن شاء الله طيب نبدأ من أول قصة نوح عليه السلام ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه طيب أبشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوا يوزاك الله خير أحسن عليكم إن شاء الله تلوى جميلة يوزاك الله خير أحسن الله عليكم محمد سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله مرحبا أخي الكريم مرحبا أخي كيف حالكم الحمد لله خير مرحبا الله فيك إن شاء الله نستأنف التلاوى من سورة المؤمنون فأوحينا إليه أن يصنع الفلكة بعيننا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأوحينا إليه أن يصنع الفلكة بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطب به الذين ظلموا إنهم مغرقون وإذا شعرت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنترين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم طرنا الآخرين مرزاك الله خير أحسن الله عليكم إن شاء الله تلوى جميلة آمينة سلام عليكم وعليكم السلام مرحب يا آمينة مرحبتين كيف الحال؟ بخير أي سورة تقرأين معنا؟ الهمزة رائع متفضل أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع ما له وعدد يحسب أن ما له أخلد كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة وإنها عليهم مؤفدة في عمد ممددة بزاك الله خير يا أمينة تلوى جميلة ما شاء الله معنا سعود سلام عليكم عليكم السلام مرحب يا سعود مرحب بينا كيف الحال؟ خير تقرأ معنام أي سورة يا سعود؟ سورة النبأ ضعي بتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتسالون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلغناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم تبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا أزاك الله خير يا سعود أحسن الله إليك من شاء الله أطلقتك جميلة من شاء الله أيها الأحبة الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم فبقوا معنا أحسن الله أطلقتك جميلة من شاء الله أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام مرة أخرى ونستأنف تلاوة اليوم من سورة المؤمنون من الآية الحادية والثلاثين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين الحمد لله صراحة أنا أريد أن أعلق تعليق يسير على مكالمة أخينا خالد وتلك النصيحة العظيمة أن الإنسان يخرج من الدنيا وليس في جوفه شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى إلا فاتحة الكتاب والصور القصيرة آخر ثلاث صور هذا حتى مما يساعد على الخشوع في الصلاة جرب أن تحفظ صورة جديدة وتصل به ستجد أن تركيزك في الصلاة يكون أعلى وأفضل وقال النبي عليه الصلاة والسلام الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب كثير من الناس يقول أحفظ آية وحيدة في اليوم أنت لو استمرت على آية وحيدة فقط في اليوم ستحصل بعد سنوات سور كبيرة كما ذكرنا أنك سورة البقرة 186 آية وسورة العمران 200 آية يعني لو حفظت في كل يوم آية وحدة فقط من سورة البقرة ويعني إلى نهاية سورة البقرة سوف تحفظ سورة البقرة في سنة ويعني معها أيضا نصف سورة العمران فمرت علينا السنوات والسنوات والسنوات ونقول سنحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ولكن ابدأ ولو بالقليل خير الأعمال أدوامها وإنقل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعنينا وإياكم على حفظ كتابه الكريم معنا تصال ناصر سلام عليكم ولكم السلام مرحب يا ناصر مرحبتين كيف حالك الحمد لله أي سورة تقرأ معنا سورة عبسة طيب تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاء أغل أعمى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أو يَزَّكَّرُ فَتَنْبَعُهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ شْتَغْنَى فَأَمْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَتَ يَسْعَى وَهُوَ يَغْشَى فَأَنْدَعَ الْمُتَلَحَّى أزاك الله خير يا ناصر أزاك الله خير بس انتبه وهو يخشى مش يغشى وهو يخشى أزاك الله خير آيات سلام عليكم وعليكم السلام مرحب يا آيات مرحب تيدي أي سورة تقرأي معنا القارعة القارعة تفضل بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوذ وتكون الجبال كالعهن المنفوذ فأما من ثقلت موازينه لا فأما من ثقلت فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وزاك الله خير يا آيات ولكن انتبهي فأما من خفت موازينه لو أقف أقول موازينه مش موازينه وزاك الله خير ما معنا؟ ريحان السلام عليكم وعليكم السلام مرحب يا ريحان أبين كيف حالك؟ الحمد لله تقرأ معنا إن شاء الله من الختمة من أعرف وصلنا لين؟ آه لا طيب إحنا في الآية 43 من سورة المؤمنون ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث قوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون بزاك الله خير يا ريحان أحسن الله إليك ريحان أنت تحفظ القرآن بأرقام السورة بأرقام الآيات ولا لا بدون نعم بدون الأرقام بدون الأرقام طبب بزاك الله خير نحن نستضيفك يا ريحان إن شاء الله في حلقة نيسر الله سبحانه وتعالى بزاك الله خير يا ريحان محمد السلام عليكم وليكم السلام مرحب يا محمد مرحبتين كيف حالك يا محمد الحمد لله أي سورة تقرأ معنا الناس طيب تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الواث واثر الناس الذي وسوس في صدورنا من الجنة والناس بزاك الله خير يا محمد أحسن الله إليك يوسف سلام عليكم مرحب يا يوسف مرحب يا يوسف مرحبتين أي سورة تقرأ معنا شرح نعم شرح طيب تفضل إلا الله مرحب مرحب لم شرح تفضل فوضعنا من الجنة والسر الذي من قضى ظهرا وضعنا لك يسرا إنما فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إنا مع العسر يسرا إذا فأنتم وإلى ربك فرر جزاك الله خير يا يوسف كم عمرك يا يوسف 13 نعم 13 طيب يعني إن شاء الله ما تستحق كده وإنت تقرأ قرآن يعني تسمعت الريحان قبلك ما شاء الله يعني يقرأ تلاوة ريحانية جزاك الله خير أحسن الله إليك ماجد سلام عليكم مرحب يا ماجد مرحب سينا أي سورة تقرأ معنا الناس الناس صد عوذ بالله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالعب الناس ملك الناس إله الناس من شر الأسواس الخناس الذي يوسف في صدور الناس من الجنس والناس زاك الله خير يا ماجد أحسن الله إليك شيخة سلام عليكم وعليكم سلام مرحب يا شيخة مرحبتين كيف حالك الحمد لله بخير أي سورة تقرأ معنا اليوم سورة الفيل طيب صد أعوذ بالله شاهدين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف غال ربك بأصحاب الدين ألم يجعل كيدهم في تطليل وارسل عليهم صيرا أبابي ترميهم لحجارة من سجير فجعلهم جاصم أقول بذلك الله خير يا شيخ أحسن الله إليك يعني كما ذكرنا يا أحبة الكرام يعني حاولوا أن تقرؤوا معنا من الختمة يعني ليس عيبا أن يقرأ الإنسان فيخطئ ويعني يصلح له يعني هذا هو كتاب الله سبحانه وتعالى يعني أنتم تعرفون مثلا اليوم عندنا الجزء الثامن عشر يعني اقرأوا الجزء وحاولوا أن تجهزوا مثلا بعض الآيات من ذلك الجزء من الختمة التي نقرأ فيها وتقرأوا معنا يعني بحيث أن نحن نأخذ أكبر كدر ممكن من يعني الآيات في تلك الختمة لزاكم الله خير معنا تصالح أخر سلطان سلام عليكم ولكم السلام مرحب يا سلطان مرحب خير كيف حالك عمد الله خير تقرأ معنا أي صورة يا سلطان صورة كامة الله يبتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون لا انتبه يا سلطان ما في غننه الذي هم فيه الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا فراج وحاجا بزاك الله خير يا سلطان بزاك الله خير أحسننا إليك سميرة السلام عليكم وعليكم السلام مرحب يا سميرة مرحب فين أي سورة تقريب معنا سورة النوح سورة إيش سورة النوح طيب سمع سورة إيش تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم نوح نوح سورة نوح بقى مش النوح بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنزل قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قالوا قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل يسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخوا لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا قرارا وزاك الله خير مريم السلام عليكم عليكم السلام مرحبا يا مريم مرحبا أي صورة تقريب معنا صورة قاف طيب بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر المريض بزاك الله خير شريفة سلام عليكم شريفة مرحب يا شريفة مرحب الساح كيف الحال الحمد لله بخير تقريب معنا أي صورة أعوذ بالله على طول كده طيب تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبده وإياك نستعين وهدل الصلاة المستقيم صلاة الذين العمد عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم أزاك الله خير يا شريف أزاك الله خير مريم سلام عليكم وعليكم السلام مرحب يا مريم مرحبت كيف الحال أي صورة تقريب معنا مريم الكافرون رائد فضل أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما سعبدون ولا أنتم تعبدون ما أعبد ولا أنا عبدون ما أعبد لكم دينكم واليدين أزاك الله خير يا مريم شاما سلام عليكم وعليكم السلام مرحب يا شاما مرحب السلام أي صورة تقريب معنا يا شاما سورة الرحمن طيب صدر أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسدان والنجم والشجر يستدان والسماء رفعها ووضع الميجان ألا تطعف الميجان وقيم الوجن بالقص ولا تخسر الميجان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب للعصف والريحان ذو العصف ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان وزاك الله خير يا شاما معنا تصال أخر بلال سلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم مرحب أخي الكريم كيف الحال الله يبارك فيه كيف أحوالكم أنتم الحمد لله الشيخ الله يبارك فيه تقرأ معنا من أي سورة ولا تكمل معنا من ختمة أكمل معكم إن شاء الله أنتم تنسون نحن نقف في الختم أين أنتم؟ نعم أين أنتم؟ يعني الآن أحنا الحين وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوه سورة المؤمنون سورة المؤمنون آية الآية 52 52 نعم بس لحب الله طيب معك مصحف أو نعطيك مصحف نعم عندي عندي مصحف مش عايز منينا مصحف يعني؟ نعم عندي مصحف طيب اتنين مصحف سورة المؤمنون أين أنتم أين أنتم أقرأ؟ أمت فضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمتهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون أزاك الله خير أحسن عليكم ختامهم إن شاء الله مبارك الله فيك هذه آخر مكلمة معنا ولكن بقي معنا أصحابات هذا اليوم فاصل قصير ثم نعود إليكم اشتركوا في القناة أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة أحبة الكرام مرة أخرى وصلنا إلى نهاية الحلقة وصحوبات هذا اليوم معنا في كل يوم ثلاثة فائزين إن شاء الله توفيق لكل المشاركين الحائز معنا الأول بلال شفيع من الشارقة بسم الله الفائز الثاني يوسف عبد الرحمن البلوشي من عجمان الفائز الثالث معنا بسم الله شيخ حمد عبيد من أبوظبي مبارك للإخوة والفائزين ومن لم يفوز معنا فقد فاز بكتاب الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل إن يجعنا وإياكم ممن يستمعون القولة فيتبعون أحسنه في الغد بإذن الله سبحانه وتعالى ننتظركم إلى ذلك الحين وكل حين نستوضعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ترجمة نانسي قنقر